السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إذن الإضرابات لا زالت مستمرة بعد تعنت الحكومة وعدم رغبتها في سمع مطالب الأساتذة إذن تقريبا أقل من خمسة أسابيع تفصلون عن نهاية الدورة الأولى والحكومة في تعنتها المستمرة ما دفع الأساتذة لمواصلة تمديد إضرابهم للأسبوع المقبل حتى قررت التنسيقية الخاصة بالتنوي ثلاثة أيام في حين أن التنسيقية الموحدة الخاصة بالإعداد والإبتدائي سوف تقرر أربعة أيام إذن بعد فضيحة وهبي الذي قام بصبي الزيت على النار وأجج إضرابات الأساتذة ها هو القجع هو الآخر يقوم بالتدخل ويقوم بفضيحة جديدة حيث قام بمجموعة من التسريبات بمثابة جصل النبض للشعب المغربي ومحاولة منه لوضع الأساتذة في مواجهة مباشرة مع آباء وأولياء الأمور إذن قبل أن نخذ في التفاصيل أرجو منكم أن تقوموا بالاشتراك في القناة التي تدعم الأساتذة وتدعم المدرسة العمومية التي تكون هي الإعلام البديل في مواجهة الدواب الإلكتروني الذي يحاول تدمير المدرسة المغربية وتشويها صورة الأساتذة أمام المجتمع المغربي فقد تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي خبرا مفاده أن السيد فوزي القجع وزير الميزانية قد صرح أمام نواب من حزب الاستقلال باستحالة إقرار أي زيادة في أجور الأساتذة لأن الأمر بحسبه سيتطلب تعبئة خمسة مليارات درهم سنويا وأن هذه الزيادة ممكن فقط إذا تم تسريع تطبيق مقتضيات القانون الإطار لا سيما قضية مساهمة الأسر التي كانت مقررة أن تطلق حسب تصريحاته سنة 2026 إذن هذه محاولة رخيصة منه ليجعل الأساتذة في مواجهة الأسر المغربية وجص النبض لماذا تقبل الأسر المغربية لكون أبنائهم سوف يقومون بأداء واجب شهري كبير وهو 300 درهم وإذا كان ما نصب للسيد القجع صحيحا فهذا يعني أننا أمام حكومة ووزراء خارج التغطية تكشف تصريحاتهم عن جهل فضيع بمنظمة التربية والتكوين والنصوص القانونية المؤطرة لها وبهذا ينضاف تصريح القجع إلى تصريحات سابقة لرئيس الحكومة أخنوش والزميله وهبي الذين نعتبر أن تصريحاتهم هو يمي متابة تأجيج للإضرابات ولموجة الحنق العارمة التي يعرفها الأساتذة خاصة بعد نظام المحفز بين قوسين نظام المآسي لوزير التربية والتعليم وحيث تعتبر تصريحاتهم أنها تصريحات سادجة وغريبة وجاءت لاستفزاز الأسرة التعليم وهنا وجب أن أذكر السيد القجع أن المادة 48 من الصيغة الأولى لمشروع القانون الإطار 51.17 التي كانت تنص على إقرار الرسوم على الأسر الميسورة لتسجيل أبنائها بمؤسسات التربية والتكوين بالقطاع العام قد تم حدفها بصفة نهائية بإجمع الفرق البرلمانية أثناء مرحلة تقديم التعديلات على المشروع وأن النسخة النهائية من القانون قد أكدت على مبدأ مجانية في المادة 45 إذن بذلا أن يقوم بهذه المحاولات الرخيصة يجب أن يقوم بحل مشكل الأساتذة هذه المادة 45 التي نصت على أن الدولة تضمن مجانية التعليم العمومي في جميع أسلاكه وتخصصاته وتعمل على تعبئة وضمان كل الإمكانات المتاحة لجعله في متناول كافة المواطنين والمواطنين فإذا كان السيد القجع يعلم أن الإطار الذي أحال عليه لا ينص إطلاقا على أي رسوم تفرض على الأسر لا قبل 2026 ولا بعدها فتلك مصيبة وهذا يعني أنه بكلامه إنما يقصد خلط الأوراق والتمويه والتغطية على عجزه وعجز حكومته وجميع وزرائه على الاستجابة للمطالب المشروعة للرجال ونساء التعليم أما إذا لم يكن يعلم ولم يكلف نفسه الإطلاع على القانون وهذا وارد بالنظر إلى الزلات المتتالية لوزراء هذه الحكومة بينقص هي حكومة الكفاءات وحكومة المصائب فمصيبة أعظم أما بالعودة لمطالب الرجال ونساء التعليم المشروعة فأقول للسيد القجع أنها أكبر من أن تختزل في الجانب المتعلق بالماديات أو الزيادات ولكن مادم توزيرا مكلفا بالميزانية فأحب أن أذكرك أن 5 مليار درهم التي تدعي أنها ستتقل على تكاهل المالية العمومية فهي لا تمثل سواء أقل من 10% مما تعتزمون رصده من ميزانيات لتنظيم مونديال 2030 والتي قدرت دراسة أنجزتها مؤسسة Soji Capital Gestion تكلفتها بالنسبة للمغرب فيما بين 5 و 6 مليار دولار أي ما بين 50 و 60 مليار درهم مغربية فهل تستكترون على التعليم 5 مليار درهم وترصدون للمونديال أضعافا أضعاف هذا المبلغ عشرة مرات في حين تقومون بزيادة في أجور عدة موظفين لم نقل كل موظفين المغرب حيث زيادة مهمة وهي جاءت على الشكل التالي بالنسبة للصحفيين زيادة 2000 درهم الشيوخ والمقدمية 1000 درهم الساتدة الجامعين 3000 درهم بالنسبة للأطباء 4000 درهم الممرضون ضجة إعلامية دون فائدة أما بالنسبة للمحافظة العقارية 2000 درهم زائد الراتب الشهر الثالث عشر زائد منحة العيد أما بالنسبة لكتاب الضبط منحة العيد زائد الشهر الرابع عشر بالنسبة للقوضات زيادات بالجملة المالية موظفي المالية 6000 درهم شهريا أما بالنسبة لسلك الشرطة فجميع الموظفين تمت ترقيتهم ترقية استثنائية أما فيما يخص الأستاذ فيكون الجواب هو معدناش الفلس ولقد أطلق الأستاذة هاشتاك تعليم الأجيال قبل المونديل جواباً ورداً على فوز القجع وما جاء به والأفكار التي أتا بها وتجدر الإشارة إلى أن دمج وزارة التربية الوطنية بالرياضة هو ليس بريئاً بالمرة والملاعب التي تهدم وتبنى من جديد الآن سواء بطنجة أو الرباط هي تحت إشراف يوسف بالقاسمي رئيس الإدارة الجماعية للشركة الوطنية لإنجاز وتدبير المنشآت الرياضية سونارجيس بالقاسمي هو الكاتب السابق لوزارة التربية الوطنية وهو المعروف بالديناصور في وزارة التعليم حيث عاصر ما ينهز عشرة وزارة وكتاب دولة كيف لوزارة المالية أن ترفض الاستجابة المالية لمطالب الفئات التعليمية وفي نفس الوقت تجد السيولة المالية بسرعة لبناء ملاعب جديدة بمعايير حديثة اللي ستعليم هو القضية الوطنية الثانية بعد الصحراء إذن كل هذه الأسئلة يجب الحكومة أن تقوم بالجواب عليها في أقرب وقت